السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس الري على مر العصور معنى الري اللي هي السقاية سقاية الأرض الزراعية والوسائل المستخدمة لسقاية الأرض الزراعية على مر العصور يعني عبر الأزمان ومفرد العصور العصر طبعا عايزين تعريف الري الري هو توصيل كميات مناسبة من الماء إلى الأراضي الزراعية عبر العديد من الوسائل يعني بنوصل كميات من الماء للأرض الزراعية عشان يتم سقايتها وطبعا ده من خلال عدة وسائل وقد تنوعت وسائل الري عبر العصور ومن الوسائل القديمة يبقى احنا كده هندرس وسائل قديمة وسائل ايه؟ حديثة اولا الوسائل القديمة او الوسيلة هي الري بالشادوف لو احنا شاهدنا الصورة حنلاقي ان المصري القديم بيستخدم الشادوف بانه هو بيثبت عمود على حافة النهر وبيقوم بانزال الدلو طبعا المثبت بحبل في احد اطراف العمود اللي هو الطرف العليسار بيبدأ ينزل الدلو الى النهر يمتلئ الدلو بالماء يبدأ المصري يرفع الدلو وبيساعده على رفع الدلو بسهولة الثقل اللي موجود على الطرف ناحية اليمين ثقل ناحية اليمين بيبدأ يرفع مع المصري القديم الدلو الثقيل المحمل بالماء ويبدأ انه هو يسقي الارض الزراعية وطبعا ده بيتطلب منه وقت كثير ومجهود كبير والمجهود اللي هو التعب الكبير هنا الري بالشادوف الشادوف من اقدم الادوات التي استخدمها اجدادنا القدماء ويتكون من عمود كبير يتم تثبيته على حافة النهري ويحتوي على دلو في احد طرفيه ويتطلب الري بالشادوف جهدا كبيرا يعني تعبا كبيرا ووقتا طويلا طبعا حافة النهر اللي هي طرف الايه النار او شاطئ النهر نيجي عند الوسيلة التانية من الوسائل الايه القديمة اللي هو الري بالساقية الري بالساقية طبعا هي اداء على شكل عجلة زي ما احنا شايفين في الصورة الاداء على شكل ايه عجلة كانت تستخدم في نقل الماء من المجرى المائي يعني بترفع المياه من الاسفل ويتطلعوا نحية الايه الارض الزراعي كانت تستخدم في نقل الماء من المجرى المائي الى الارض الزراعية وكانت تصنع من المعدن المقوى المعدن اللي هو مثل الحديد وفي اطرافها الكثير من الاواني الفخارية يركب نصفها بالماء والنصف الاخر فوق الارض وتدور طيب العجلة بتاعة الساقية عشان تدور محتاجة حيوان ايه قوي بيلف في مدار دائري او في حركة دائرية وبالتالي العجلة كمان هي بتتحرك وبتنقل الماء من الاسفل من النهر الى ايه الى حوض وبعد كده الى الارض الزراعية يركب نصفها بالماء والنصف الاخر فوق الارض وتدور فتمتلئ الاواني بالماء ثم تفرغ بحوض اخر لكنها تستغرق وقتا طويلا ولابد من الاستعانة بحيوان قوي لادارتها تمام كده ايه كده دي الساقية الوسيلة التانية من الوسائل القديمة هناخد الوسائل الري الحديثة لتطبيق وسائل الري الحديثة واستخدامها طبعا لها ايه فوائد ومميزات عديدة فهي تقلل من زمن الري يعني بتخلي الري الأرض او سقاية الارض بيتم في ايه في زمن اقل بكثير من الوسائل القديمة وكمان بيقلل من ايه كمان التكاليف اللي هي الايه الاموال اللي بتصرف على سقاية الارض وتزيد الانتاج لأنه طبعا هيتم التحكم في الري ومن هذه الوسائل الري بالتنقيط هو توصيل المياه الري الى النباتات بكميات مناسبة يعني بقطرات مناسبة طبعا على شكل ايه نقط ومن مميزاته يعني من المميزات استخدام الوسيلة دي زي ما احنا شاهدين في الصورة تمام بنوصل المياه لكل نبات عن طريق ايه نقط وفتحات في الانبوب انبوب التوصيل بيبقى فيه فتحات الفتحات دي بتخرج ايه قطرات بطيئة جدا بحيث ان هي توصل للنبات كميات بطيئة جدا ومناسبة جدا للنبات طيب من مميزات الطريقة دي انه بيزيد الانتاج بانتاج النباتات طبعا بيزيد كميتها لانه بيتحكم في ايه بقى في اضافة كميات المياه ده رقم واحد رقم اثنين السماد السماد اللي هي الادوات العضوية او المواد العضوية زي ايه مثلا زي روس الحيوان وتقليل طبعا الميزة التالتة من طريقة الريب التنقيط اللي هو تقليل نمو الحشائش الضرة والاقتصاد في الماء طيب الريب الرش زي ما احنا شايفين في الصورة يعني اظن اغلبنا بيعرف الوسيلة ديت واكيد صادفها في طريقه الريب الرش طيب هو اضافة المياه للنباتات بس على شكل ايه رذاذ زي ايه قطرات ماء شبه قطرات المطر مثلا من خلال فتحات الرشاش طبعا اللي هي ملونة باللون الاسود دي طبعا دي المضخة او الرشاش اللي بيطلع ايه المياه ممكن بيطلعها على شكل قطرات في شكل دائري او ممكن على شكل خطوط مستقيمة فهنا بيقول ان هو اضافة الريب الرش هو اضافة المياه للنباتات على شكل رذاذ من خلال فتحات الرشاش اجبه بقطرات المطر لتغطي جميع المساحة بالماء وقد يكون في خطوط مستقيمة او على شكل دائري ومن مميزاته انه لا يحتاج لعناية خاصة مثل تنقية المياه ويعمل على تلطيف الحرارة يعمل كملطف للحرارة وهو ما يتيح مناخا ملائما لنبوه النبات وإلى هنا ينتهي درس